على الروننج. اه البرفالة بيه نوع من عمليات التشكيل اللي هو فيها كمية تشكيل كبيرة. انا قلنا قبل كده اه ان فيه حاجة اسمها وحاجة اسمها شيك متى الغرق اللي انا بعمل كمية تشكيل كبيرة. بغير فيه للشكل. يعني فيه تغير كبير في الشكل او تغير واضح الملامح في الشكل. ده بيسمو بلق. انما شيط ميتالورك لا. شيط ميتالورك هو شيط وهيفضل شيط بس اللي حصل معي اللي انا غيرت في شكله. غيرت في بتاعته. يعني حولته من شيط عادي لحاجة متنية. كباية. اه حولتها لحوض في المطبخ. حولتها لابو بيت المتجاز. حولتها لغضى مثلا غطى العددات كارابة. حولتها لتانك بنزين. يعني حولتها لشكل وايخد شوية بس انا ما غيرتش التخانة. يبقى عملية اللي انا بعمل كمية تشكيل كبيرة. بغير فيها الشكل والشكل والتخانة للمعدن. انما شيط ميتالورك لا. عملية هي نوع من انواع البالك فورميل. هنتكلم النهاردة على الرولينج ايه اللي بيحصل في العملية الضرفلة. الماتيري اللي في الرولينج. الفريكشن في عملية الرولينج. ورينج رولينج. وثريد رولينج. كل دي عمليات ضرفلة هنتكلم عليها النهاردة او نتطرق ليها النهاردة. وتيوب رولينج. عملية الضرفلة او رولينج بروسس. دي فورميشن بروسس. ان ويتش. وورك ثيكنس. اه. عملية الضرفلة ممكن يبقى فيه تغير في التخانة وتغير في شكل. تاني عملية الضرفلة عندي ضرفلين بيضغطوا على حتة بليت او بليت. تخانته هتقل. يبقى كده بغير في التخانة. انما انا ممكن ادخل مقطع مربع يطلع حديد تسليح. يبقى ده اسمه تغير في شكل. يبقى رولينج ممكن اغير التخانة او ممكن اغير في شكل. بقلل التخانة بتاعتي عن طريق ضغط ضغط ضغط. يعني انا انا بعمل القوة دي بتيجي عن طريق ضر في لين? اه. الاتنين دول بيلفوا عكسة بعض. لازم يلفوا عكسة بعض. لان لو ما لفوش عكسة بعض المعدن مش هيتسعب. يبقى بتوعنا بيلفوا عكسة بعض. يبقى انا عندي كده هو هادي رول بيلف في الاتجاه ده. وهادي رول بيلف في اتجاه ده. يبقى عندي بيلفوا عكسة بعض. المعلومة الاولانية كومبراسيف. اه. بيزن العملية دي في منها كمان. طالما كومبراسيف فورس احنا قلنا العينة لو فيها كومبراسيف فورس او كومبراسيف استرس بيبقى عليها كولد وهوت. قلنا الاتنين بيلفوا عكس بعض عشان يسحبوا المعدن بتاعي. انا عندي المعدن داخل بتخانة معينة. يطلع بتخانة صغيرة. تمام? اللي حصل معايا ده. عن طريق بتوعي. هما اللي الريدكشن اللي حصل معايا ده كده بالاسلوب ده. اه يعني انا عندي دول بيلفوا عكس بعض. اتفقنا. لو الاتنين بيلفوا مع بعض المعدن مش هيتسحب. مش هكده لازم يلفوا عكس بعض. ودخول المعدن يبقى في الاتجاه ده. اول حاجة الاتنين دول لازم يكونوا نفس لازم يكونوا الاتنين بقوا لنفس الدامتر. لان الاتنين لو بماشق مش بنفس الدامتر. ممكن يبقى واحد سرعته اكبر من واحد. فممكن لو ده شيط رفاية. يتني الفوق او يتني التحت حسب مين اسرة. فلازم يكون الاتنين ليهوا نفس القول. لان في عملية تانية بعد كده اسمها. آآ آآ تيوب بندي. اللي انا بعمل بيها بجيب او آآ مختلفة فيعمل لي مواسير ملحومة. دي قدام مش مش في عملية الرولنج. برضو هي مش عملية رولنج اساسة. او تيوب رولنج. دي حاجة تانية خلص. تيوب رولنج. يبقى رولز. قد بعض. بيلفوا عكس بعض. سيم سبيد. سبيد. عشان بس الكلام يبقى قاضح. سرعة سرعة الدهوران بتاع الاتنين دول. سرعة الدهوران بتاع تو رولز لو قد بعض واتو رولز قد بعض مفيش مشكلة. انما في بعض الاحيان. بيبتدي يحصل تآكل في رول اكتر من رول. يعني رول يبقى قطره كبير ورول قطره صغير. يعني ده مسلا يكون مية. ده يكون تسعة وتسعين وتسعة من عشر. فرق البسيط ده مع الاستخدام ممكن يعمل ايه فرق سرعة. التو رولز ما بتاكلوز زي بعض. واحد التاكل اكتر من التالي. فعشان كده انا دايما بخلي الاتنين رولز بنفس السرعة الخطية. اللي هي خطية للفوق والتحت يبو زي بعض. وانا عندي الفي بتساوي باي في دي ان على الف. انا بحدد في السرعة الخطية للمعدد او للرول في اللي هي اللينير سبيد او في لاستي في لاستي. باي في دي في ان على الف حيصل باي حيصل دي هو الرول ده يامتر ده الرول ده يامتر اهو. هو دي ده. ان الارب ام مقصوم على الف. يبقى انا كده ايه حددت الصرعة بتاعتي. بقى تاني اتنين رول. ناشفين جدا. كل ما يكون الرول ناشف. ناشفين جدا. بيضغطوا على المعدن بتاعي. الضغط على المعدن اللي عندي ده. هيعمل يولي التشكيل. تشكيل تخانت المعدن هتقل. لما تخانت المعدن هتقل كده عملت الرضاقش اللي انا عايزه. بس دول لازم لازم يكونوا بيلفوا عكس بعض. تمام? لازم الاتنين يكونوا نفس القطر. لازم الاتنين يكون لهم نفس السرعة. اي هيحصل في حاجة زي كده. اولا ما ينفعش يقول الاتنين في نفس الاتجاه. لو الاتنين في نفس الاتجاه هنا ما فيش عمليه فدي اول معلومة. المعلومة التانية لازم يكون في المعدن بتاعي بتوعي بيلفوا بنفس السرعة عشان المعدن اللي خارج ما يبقاش فيه يتني فوق او تحت. يبقى دي كلا كونسترين للعملية. طيب. ادي عملية ده هنا بقى. انا قلت في اللي فاتت انا بغير تخانة. هنا انا بغير شكل. انا بغير شكل يعني داخل عندي حاجة مستطيلة طلع اعطاها حاجة طبعا مش ده اللي بيحصل مش ده اللي بيحصل عشان اوصل العملية دي كده بحتاج لي خمس ست خطوات. مش ده اللي بيحصل. ده خطوة منهم. بس انا عندي عشان اجيب لغاية بعمل على خمس ست عشر خطوات. حاجة اسمها اللي هي ايه اه ممرات اللي بوصل للشكل اللي انا عايزه. الممرات التشكيل اللي اوصل للشكل اللي انا عايزه. يعني هي ما بتتمش على مرحلة وحيدة. انا بعمل على كزا مرحلة. طيب. عملنا كلاسيفيكيشن اف رول اكوردنج تو الشكل. يبقى انا عملت هنا كلاسيفيكيشن اف رول اكوردنج تو الشكل. اكوردنج تو الشكل ازاي? قالك فيه فلات رولينج. فلات رولينج اللي انا بقلل التخانة فقط. يبقى اول العملية بقلل التخانة فقط. بيسمعها. يبقى يبقى هي عملية سحب هي عملية السوري الدرفالة الدرفالة دي بتقلل التخانة اللي عندي يبقى بغير التخانة فقط اهي او الشيت او الستراب والشيت هي حاجة واحدة هو جزء مشيت يعني هو الشيت المفروض اتنين متر في متر او اتنين متر اربعين في متر عشرين فهي الفكرة اللي هو ممكن ايه يخليه مسلا اتنين متر في متر لربع يقطع منه استرباء يعني طبيعيا للعرض الشيت بيأثر على عرض كل ما يكون الشيت عريض يبقى كده يبقى كده يبقى يبقى يعني ليه كبير يعني الف ميلي فخمساشر ميلي ها ده الستراب بتاعي هنا مفيش اي تغير في الشكل جاست الريدكشن للتخانة جاست الريدكشن للتخانة ده اللي بيحصل عندي طيب بيس دونورك بيس جومتري اغير بقى هنا المقاطع شاب رولينج سكوير سكشن اه يعني ها بغير هنا مقطع شاب رولينج شاب رولينج شاب رولينج دايما راحة للستيل شاب رولينج دايما راحة للستيل يعني الحاجات اللي بتعمل المقاطع بالمنظر ده هو بالرولينج يعني اي مقطع معمول اي سكشن تي سكشن سي سكشن يو سكشن دايرة معمول من الستيل اكثر الطرق المقاطع كلها ستيل مفاهيم المقاطع كلها طبعا رولينج معادة ممكن شو اي تيوب او ممكن بارات عملها بس هي اي مقطع اي مقطع ستيل بعمله بالرولينج اي مقطع ستيل بعمله انما هنا عملية لأ انا عندي شيت من الالمونيوم معمول بالرولينج عندي شيت من الستيل برضو معمول فكلمة شيت كلمة شيت معمولة بالرولينج وتذل نوع المادة ايه يعني شيت الالمونيوم معمول بالرولينج شيت الستيل معمول بالرولينج شيت الستيل معمول بالرولينج شيت الكابر معمول بالرولنج. يبقى واضح ان انا اي مقطع او شكل او بليت او كويل او فويل اي حاجة ليه علاقة بالايه? انتخانات الصغيرة بتتعمل بالرولنج وتفر نوع الخام. انما هنا في الشيب رولنج لا. معظم المقاطع المصنعة من الستيل هي اللي راحة بالرولنج. المقاطع الاخرى زي الالمونيو والكبر بتتعمل بالعملية تانية. ادي شيب رولنج. انا بدخل على الرول. انا بدخل على الرول المعدة بيخش كده بقى. خش هنا. يعني كان شكل معين. دخلته بقى في. يو. اي شكل انا عايزه. يعني البروفايل ده بيتعمل بتوين التو رولز. يعني بيبقى في الشكل بتاع البروفايل مطبوع ما بين التو رولز. تو رولز هون نسبتين في الطرفين طبيعي. عن طريق رمان بيلي او بيريج. خش المعدن هنا. انما في التاني في الشيل بيخش المعدن كده. بتسحب كده. يعني بص ان هنا بص ان هنا هو. انما انما ده بيبصوله هو كده. المقطع داخل عمودي على الصفحة بتادي. يبقى ده شيب رولنج. يبقى شيب رولنج. لو المقطع بتاعي الامونيوم او او تينجستين سوري مش تينجستين او هعمله بالاكستروجن. المقطع بتاعي لو ستيل. هيتعمل بالايه? بالرولنج. لان الرولنج قوي. عملية الدفالة هي عملية ماسيف ماسيف دي فورميشن ماسيف ماسيف دي فورميشن يعني حاجة كبيرة ماسيف دي فورميشن يعني حاجة ضخمة او حاجة كبيرة معي. دايما يفضل المقاطع يعني حديد التسليح بتعمل بالرولنج. بتاع الكباري بتعمل بالرولنج. اه مقاطع الالمونيوم سوري مقاطع اللي مستخدمة في البوكس والحاجات دي. المقاطع المستخدمة في الكناي عموما معمولة بالرولنج. اه مقاطع الحديد المستخدمة في بتاع العربية معمولة بالرولنج. تمام? بيز ده على طبعا قبل ما اتكلم بيز ده على الميل. انا هنا كلامي كله على اتنين ميل. ده اسمه ميل. رولنج ميل. رولنج ميل. عندي اتنين بيلفوا عكس بعد زي ما قلنا. هنا. يعني. تمام? داخل شيت ميل ستيل هنا كاتب عليه شيت ميل ستيل بس ممكن يكون المونيوم ممكن يكون كابر تيتانيوم ممكن يكون ماجنيزيوم. ابر رول رول. ابر ميل ولور ميل. خش المعدن. يتشكل ما بين يطلع من المنظر ده. ده بيسمون رول دستنس او رول جاب. رول جاب هو المسافة بتوين اللي انتخانة المعدن بتطلع زيهم. يعني انا ندخل هنا. انتخانة عشرة. عايز اطلعها تسعة. هم عامل رول جاب كاب. حد يرد علي. هعمل الرول جاب. تسعة ولا تمانية وتسعة ولا تسعة وواحد. ده امانية وتسعة. انا عايزة تسعة او معاملها تمانية وتسعة ايه عشان عشان بفيس اول ما يطلع من الجاب. من انت? ازودها تاني. من انت? ده انا يوسف. اه كنت اقول لو كنت انت عبدالله كنت قلت لك عبدالله انت انت هتجاوب الحاجات بتاعة بس بتكوبش حاجة تانية. ناشا يا عام يوسف. طبعا بس انا ما بشوفش ميني بيتكلم لان انا بفتح سلايد يعني. تمانية وتسعة تمانية وتسعة عشان لو حصل طبيعي احنا قلنا اي عملية تشكيل بيتبعها كلمة فوجود ده بيخلي المعدن يعمل شوية يرد انت شكلتني فانا برد عليك بالاخر. انت شكلتني شوية ما انا دخلت جوة الالاستيك زون وعدتها دخلت جوة الالاستيك زون فانا انا عايز ارد شوية فبترد دياريتها هيك هتردد على فكرة يا او لو بيرد الطاقة اللي بتتردد دي اسمها بتاعت المادة او بتبقى اكتر بالالاستيك ليمت يعني المعدن لو رد الالاستيك ليمت بس الالاستيك انرجي بس هتبقى قل بس المشكلة اللي هو بيرد الاستيك انرجي جوة حجمها اكبر لانه عمل تشكيل اكتر يعني لو قلنا الاستيك انرجي للمادة دي للمادة دي الرجوعية اللي هي الاستيك انرجي يعني للمادة دي خمسة او عشرة طبعا انرجي يعني خمسة جول عشان ما رغبات تقومش خمسة جول لو انا نفس الانرجي دي ردتها بعد ما دخلت جوة البلاستيك دي فورميشن الخمسة تبقى سبعة وربع سبعة ونصف هتزيد يبقى بيحصل فيها او بتكبر معايا لانا الاستريس بيزيد قوي يبقى تاني بيبقى اصغر شوية من المعدن ودائما قلنا كلمة عكس التشكيل يعني انت نزل من عشرة لتسعة لا يحلي شوية خليه تسعة واحد فانا هعمله تانية وتس دوعا الارقام دي تيجي من يعني الارقام اللي احنا عادين نحكي فيها دي المفروض الارقام اللي بيحسبها اللي اتنين تشكل المعدن ما بينهم قلنا ده ستيل ده ما بينهم تشكل المعدن بتاعي حلوة دي موجودة ايه بقى كلمة ان المعدن بتاعي ما بيرجعش تشكل دي ميزة على فكرة لان في فينومنا في الماتيريا الحاجة اسمها لو انا اديت تحميلات في اتجاهات مختلفة انا ممكن هناشف المعدن اولا يعني بس بذات على البارد مش عسيخة فانا اللي يخليني انا دخل نفسي في فانا بمشي في اتجاه واحد وخلاص طب ده ده حيطة الماتيريا طب ايه بقى يعني ده ما بيرجع يعني ما الشيط مشي كده ايه اللي يخلي الشيط يرجع تاني اللي يخلي الشيط يرجع تاني لو انا خليت القبر واللغو الرول دول يتعكس اتجاههم جوا اللي اتنين عكسوا الاتجاه هيدخلولي المعدن كده يبقى انا عندي المعدنين التورولز عكسة اتجاههم كده يبقى بعد ما يخلص المعدن يرجع تاني ده بيسموه بقى ايه ده كده عند المعدن بتاعي بيشكل بشكل معين اهو اهو ايه اللي بيحصل ده بيتشكل كده نزل من عشرة لتسه ميكانيزم طبعا انا خطي بيبقى ضاعم بشكل ميكانيزم بعد ما خلص طب ما بالعقل لو الرول ده دخل كده تمام خلصت التشكيل لو انا رجعته تاني هو تخانة تسعة ما استفدناش حاجة بعد ما بخلص بعمل ينزل بدا شوية اه يبقى انا عندي هنا ايه بقى المعدن بيتشكل في اتجاه ده خلص التشكيل اوقف المجبز اوقف المكنة خلي الرول يتعكس اتجاهه وانزل بالرول اللي فوق شوية يعني مسلا ايه نزلت من تمانية لتسهة من عشرة لتسعة هموقف ونازل ده يبقى تمانية يخش بعد كده يبقى من عشرة من تسعة لتمانية يبقى المنتج اللي يطلع هنا تمانية من هنا يبقى ده سكرود اومي كانازم حلو قوي وفر 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 بس بالنسبة لنا كماتيريال كماتيريال بروبرتي بشي ميزة الواو دي اول نقطة والنقطة تانية وجود عكس اتجاه حاول بقدر المستطاع تخلي بص يا شباب من الاخر يعني هي كورك فلو ده اسوأ انواع التشكيل كايه وورك فلو انت حضرتك لما تشتغل في مصنع بعد كده تخلي الفلو بتاع المنتج في اتجاه واحد ليه من الاخر كده زي الطريق هل انت لو طريق في اتجاه واحد غير طريق رايح جاي هتلاقي ده دخل قدامك عكسي عملته 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 فهو حتى في الانتاج الفلو الواحد سهل الفلو في اتجاه واحد سهل انا ما خليش خط الانتاج بتاعي رايح جاي يا الميزة انا بعمل الكلام ده فين في وورك شوب في ورشة ما اعملاش في مصنع كبير لا ده مصنع كبير بيبقى ستيشن ورا ستيشن ورا ستيشن كله اربعة ما ينفعش ارجع واروح واجي واحنا هنا بنلعب نفعش كورت جاه واحد فده بالنسبة للمصانع سيء جدا بالماتيريال مش ميزة بار كاكيوريسي سيء جدا لان عكس الاتجاه بيعمل عكس الاتجاه بيعمل مشكلة اسمها مشكلة او 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 اللي كان موجود فكل دي مشاكل كبيرة ما بفضلهاش انا بالجأ لي ده امتى وورك سبيس قليل انا بتكلم في شغلة بعمل لها تشكيل يعني ورشة صغيرة ازا ورشة الفورم اللي عندنا هو ده الكلام اللي بتكلم عني مش خط تحديد وتستيح يعني ما ينفعش ادي الفكرة بتاعتنا بيلفه يشكل معدنة يتشكل يرد جميل او كل ما بعمل الكلام ده بيزود بيخلي اقل وبيعمل ادك طبعا بس الكلام ده حجم محدد للورشة او المكان اللي مش تعبين طبعا هيوقف وسط التشكيل يعني انا بخلص كده بيرجع تاني معايا التشكيل بتاعي اه ميزة اللي هو بيعفر بازا ما قلتلك كوركفلو وحركة المنتج الوركفلو طبعا سايق جدا ماتيريال تراي اكسل هو بعمل افتجاهات مختلفة او طبعا مش تاسع او كتراي اكسل لان هو كده كده برضو في نفس المستوى بس هو عشان افتجاه التشكيل مش اكتبه ده اختلف معايا بس برضو فيه تأثير وميزة لوع البارد اي ميزة وكل حاجة انها كبروبرتي لا انا استخدم اللي قابليه انتاج استخدم ده او واحل المشاكل بتاعته قالك فيه حلوة انت عايز تعمل ايه انت مش عايز توفر هوفره لك هوفره ازاي هعمل ده ينزل من عشرة لتسعة كده الشيط يخش هنا من تسعة لتمانية ايه دي عملته من عشرة لتسعة ومن تسعة لتمانية طبعا حاجة بتطلع وتنزل اللي انت بتنزل من فوق لتحت طيب انا بستخدم اسنسير هنا بيطلع حاجة ترفع بقى خلاص او هو 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 حاجة انا بعمل عليها بس كلها هيدروليك عارفين زي ايه كده عارفين زي الحاجات اللي بتكسر الشغارع الراجل اللي بيكسر الشغارع اللي هو بيعمل الاسفلت ده بيكسروه مش العربية الكسارة نفسها اللي بتفضل تدقه في الارض ده انا فهو الراجل بيعمل كده هو عبارة عن ايه عبارة عن يعني درعات بيتحكم في الدرعات تيه يخلي البتاع تنزل تضغط تطلع تمسك تفوق تسيب اه وتذر يعني فهو كله ميكانيكا الكونترولي فده هو هو الاولاني خالص للروت طبعا مفيد لانا في بعض الاحيانها مش محتاجات مش محتاج جوه مكان كله حرارة يا خلي بالك الحديد والحاجات دي بيقال في درجة فطبعا ايه اللي انا هجيب بقى روبوت بتاعك وبقى الروبوتات اللي هي دلوقتي بلاستيك دي انا تمسك ايه منفعش لازم يكون حديد فطبعا بيبقى الكونترول عليه وهو مفوش الاختراعات يعني ده هو بيشيل المنتج يحطه من مكان لمكان بس انا عايز امسكه يعني من على بعد حرفها يعني ريموت كنترول من بحيد شوية انا ما مسكش الشغلة اللي وزنها خمسمية ستميت كيلو ومترجة حرارة الف امتين انا مش سوبرمان يعني مش هتلسي عاصل يعني ما ينفعش الراجل اللي مسك الشغلة خمسمية كيلو يشيلها هو من السوبرمان وفي نفس الوقت انا عمترجة حرارة الف امتين يا ما ما ينفعش فانا باستخدم المانيبليتر اللي هو اول فورم للروبوت طبعا هنا في باستخدمه انا الكلام ده كله جميل بالنسبالي انا مشكلتي في الاستاذ ده الغلبان اللي في المصر بيتضرب في مادة هنا وبيتضرب في مادة تانية هنا شايل المادتين اهو قاعدوا اشترع عليكم يعني شايل من فوق مادة والمتال اللي فوق المتال اللي تحته بتشكل ما بينه يحصل له كبير جدا الغلبان ده بيتاكل بسرعة الغلبان ده بيتاكل بسرعة عشان كده انا برضو ده بيعمل لي مشكلة وبينه كو الورك فلوم الاخر هو المهم عندي ما انا ما اعملش خط انتاج رايحة كاية من الاخر انا ده بادرسه وارشة صغيرة بعمل بها الكلام ده انا لو بعمل خط انتاج لأ احنا بنقرف نعيد قلنا اتنين تلاتة اربعة وفي توينتي بقى كمان زي ما قلنا طبعا واضح ايه الراجل ايه بيقولك يا ابني والله العظيم ده ستيل كل شوية ده ببلك كلمة ستيل يعني هو كل شوية ده ببلك كلمة ايه ستيل عنده كده عشان ايه بيقولك افهم هو الحاجات دي كلها ستيل بس خلي بالك ده يعتبر فلات رولنج فهمشي ستيل والاموني مكابرة امتى يبقى ستيل بس لو المقاطع عندك تلاتة حلو قل لك عايزين نعمل اربعة اللهم هو اللي العمل تلاتة يعمل اربعة واحد تاني يخترع واني يعمل خمسة طيب هو دلوقتي عمل روباعي اللي غيروه وهنا ما عملش عشان ايه يوفر ورا حاجة اربعة دي هو فلوه واحد فتجاه واحد فلوه فتجاه واحد هو هنا عمل ايه دلوقتي اللي انا جبت لو انا جبت كده لو انا جبت عندي عينة كده ايه دي رول كبير وادي رول صغير دي امتر كبير دي امتر صغير حطيت هنا ميت كيلو جرام حطيت هنا نفس الميت كيلو جرام لو قلت الاريا دي بفرض ان الاريا دي عشرة مليميتر سكوير بفرض ان الاريا دي نصف مليميتر سكوير بفرض كده بفرض الكلام ده كده ان دي اريا بتاعتي ميت ميل اه ميت كيلو والاريا هنا هنقول دي الف مسلا ودي عشرة وهنقول دي الف برضو ودي خمسة عشان يبقى الرقم ايه تمام? الالف كيلو جرام هو مقاسم الالف على العشرة ادانى ايه? ميت ميجا باسكال. ميجا باسكال هو نيوتن على المليلي متر تميئة. نقول دي مسلا ميت نيوتن عشان مت لو ما اتواش tanks يبقى ميت ميجا باسكال. طب هقسم الالف على خمسة يدين تين ميجا باسكال. يعني الالف هنا والالف هنا. الاريا السغنطوطة هنا كبير الاريا السغنطوطة هنا كبيرة هنا قليلا لو انا قلت لكم عندي خامة السيجميل بتاعها مية وخمسين ميجاباسكال. عملية التشكيل تتم اذا كان الابلايد سترس مور دان الييلد سترس مور دان الفلو سترس كمان مش ليه. مور دان الييلد سترس للمادة. فهنا بالنسبة لي الميتين ميجاباسكال الميتين ميجاباسكال بالنسبة للخامة اللي هي مئة وخمسين اكبر منها. يبقى انا هنا فيها عندي تمام? والناحية التانية دي واحدة يا شباب دي واحدة. يبقى الميتين ميجا بسكال بالمقارنة بالمئة وخمسين هي اكبر. الميت دي جا بسكال بالنسبة للمئة وخمسين هي اقل? يعني هنا فيه تشكيل. هنا لا يحدث تشكيل. انا بقى استفدت ايه من القصة دي? استفدت هارجع على تاني كده. كده معناه ان المعدن بتاعي لو انا اهو لو انا رجعت تاني للسلايد ده كده. انا لو عملت تشكيل برول صغير هقدر اخلي المعدن يتشكل بلود قليل. اه يبقى كل ما بقانل الكونتكت اريا BETWEIN الرول الكونتكت اريا BETWEIN الرول والمعدن بيحصل معاي كمية تشكيل اكتر. يبقى هادا فيه دلوقتي. اقلل تقليل لعملية التشكيل بيتم عن تقريل قطر رول. لما بقلل قطر الرول بيحصل الليلان للرولنج لود. يعني انا لو عندي رول قطره عشرة سانتي ورول قطره خمسين سنتي الرول ابو عشرة سنتي ده عشان يعمل تشكيل محتاج خمسة طم الرول ابو خمسين سنتي محتاج عشرة طم يبقى كده انا فهمت كل ما بقلل الرول ما بالعقل كل ما بقلل ما انت عندك التشكيل يتم عن طريق للاسترس والاسترس او هو عبارة عن فورسة على اريا فبالتالي كل ما بقلل الاريا بزود المعدن لا يشكل بالقوة المعدن يشكل اذا اكبر من الفلوس بتاعه ملوش لعب القوة انا لو حضت خمسين الف طن على مساحها كبيرة يعني حضتل خمسين الف طن مجبس خمسين الف طن وبتضغط على مساح خمسة متر خمسة متر الخمسين الف طن مش دي ديني استرس تكفل التشكيل. يعني مجبس خمسين الف طن. وبضغط على عمود متر في متر. لكني ما بشكلش حاجة. انا ممكن احط خمسة كيلو او خمسة طن. خمسة طن على عينة تخنيتها رفعها جدا او مساعدتها رفعها جدا تعمل تشكيل كبير. يبقى الفكرة كلها انا اللي بشكل الاسترس مش القوة. بس انا كراجل ببيع فلوس بدور على الباور بدور عقوة يبقى انا. المعدن. يشكل بالسترس. انا بشغل المكنة بالفورس. ايه اللي اغباطة دي بقى? يعني المادة عشان تتشكل لازم يكون عليها استرس اعلى من ايه? الخيمة بتاعتها. دي واحدة ترى شمال. ترجمة نانسي قنقر فلي بشكل المعدن ليس. اللي بشكل المعدن مش اللي بشكل معدن هو مش اللوت. فانا هدف كله اللي انا اقلل اللوت. يعني هدف الفكرة كلها اللي انا مقللت كده اللي خلصت ولا ايه? الكروس سيكشن اريا لما قلت كده معناها قللت اللي ايه? الكون تاكتيريا سوري لما قلت قللت اللوت اللي عندي. تمام? يبقى انا كده لما بشتغل بالمنظر ده كده. حدفي اللي انا اقلل الكون تاكتيريا فبالتالي قللت اللوت اللي عملية التشكيل اللي عندي. يبقى تقليل اللوت عن طريق عملت لي توفير للطاقة اللي عندي. طيب. الرول الصغير ده ممكن يحصل فيه ايه? يحصل فيه ديفورميشن. عبدالله الصوت واضح? اه واضح. جمال. يبقى انا بعمل كده الديفورميشن بتاعي بعمل عن طريق الرولات الصغير. بالعقل. كل ما بقلل الرول. يظهر حاجة اسمها ديفليكشن. ادي الرول اهو. ادي الرول بتاعهو. بضغط عليه هنا بفورس. فوق وضحت. هيحصل فيه ديفليكشن. انا بكتب بالماوس باشا كده جميل قويان. ديفليكشن. فانا قللت الرول عشان اقل الرفورس. بس ظهر لي الديفليكشن. ودي خاطيرة جدا جدا. انا بحط عندي سابورتين رولز. باكاب رول. ادي باكاب رول فوق وتحت. يعني. اللي انك. مع المعدن اثناء التشكيل هو رولات الصغيرة. يعني اللي بياخد من الباور هو رول في الصغيرة. الرول الكبير ده باكاب رول. حاجة سابورت عندي. تاني. نحيط القصة تاني. عايز اقلل الرولنج لود. السبيل الوحيد لتقليل الرولنج لود هو التقليل اليتقليل القصة اللي هو تقليل كدا قال لنا الرولنج لود حين بما يقيل الريولنج لود كده انا استفدت وكل حاجة. بس عشان اتم اتم تقليل الرولنج لود مضطر اسفا اقلل مضطر اسفا اقيل القطر الرول, لما بقلل قطر الرول بيظهر معايا مشكلة تانية. وما هي المشكلة تانية دي اللي هو حاجة اسمها يبقى انت لو قللت قطره قللت الفورس بس انت لو قللت الفورس بها تقلل قطره هيزيد معك افكر خارج الصندوق ايه هو بيقلل اللوت ازاي خلي الرولات اللي بتشكل صغير طب انا الرول الصغير ده اهو محطط له الرولات الكبيرة يبقى لو لو المعدب بيتشكل بيتشكل بالطول الصغيراتين دول لو الرول بيحصل يبقى لازم يتنهرون كبير يبقى انا لغيت يبقى حليت مشكلة المعدب بينهم ذلك انا هنا فور نركز بقى عن كلمة دي قاوي قاوي كم واحد يبقى الباك عب2 ده موجود عشان يخاف سم بيرخ والله سي Psalms سم بيرخ والا سيطور اشتركوا في القناة 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 تخنتو قديه? للخوين كان منوو بوينتو ساكس الو بوينتو خمسة فيم او زيكس ده او او بوينتو خمستاشر خمستاشر مايكرون. لا هو يعني اه خمسة واشر مايكرون فويل. بس او بوينتو سكس ده كبير شوي عليه. ده ممكن يخش في كويل. لا بنتكلم تلاتين مايكرون. هي بالمايكرون بقى. خمسة وعشريم مايكرون. اربعين مايكرون. دفر بنجيب ده. ستين مايكرون او سبعين مايكرون انا اخش اكتر للكويل. فاتخنا اصغير ده طبعا. في عندي تمانية من الف. سوري خمسة من الف. خمسة من الف. برضو خمسة من الف. ده كيلو بتاعة مسلا بالف جنيه والالف ومتين جنيه. بل مقارنة للاه. طب تروح تشتري بتاع الالامونين ده بخمسة وعشين تلاتين جنيه يعني. طيب انا دلوقتي انا عرفت ان ده معمول بين الالامونين فويل وبيتعمل على البارد. طبع. انا مشكلة بتاعة انا حلتها في مشكلة تانية كبيرة جدا. حد يتوقحها? انا لما بقلل القطر بتاع الرول كده. قللت الفورس. اول مشكلة اظهرت عندي الدفليكشن. ايه تاني مشكلة هتظهر عندي يا شباب? ايه المشكلة التانية هتظهر عندي? اه هتوير اوت بسرعة. صح صح. كل ما بقلل قطر الرول بوسوا يا شباب بيسموها الكونتاكت تاين او نمبر اف كونتاكت ما بين الرول والمعدن. انا سيه مسلا عندي المعدن بتاعي طوله. سيه مثل خمسة متر يعني خمسة تلاف متر. خمسة تلاف ملي. الرول بتاعي قطره عشرة سنتي. يعني ميت ملي. عارفين ان عدد مرات تلامس كل نقطة هتلمس كم مرة على من الشغلة او من الرول على الشغلة هي معبارها عن كام? الخمسة تلاف على البرمتر. في دي. في بدو حاجة? يعني مسلا خمسة تلاف على تلتمية واربعتاشر يعني كنت نتكلم ايه? خمستاشر مرة. تقريبا. يعني ايه انا ده كل نقطة في الرول هيلمس الشيط خمستاشر مرة. لو انا حضرتك عامل. دي بدل المية اه عشرة سنتي عملتها. خمسين سنتي. يعني خمسمية ملي. هيلمس تلات مرات. كل ما ايه الكونتك تايم اقل. الكونتك تايم اقل كده معناها ان الوره هيكون اقل. انكيس ان التو رولز ار ايدنتيكل. كلمة التو رولز ار ايدنتيكل معناها ان الهارنس بتاعتهم بقيمة معينة. والروفنس بتاعتهم بقيمة معينة. يعني انا لازم اسببت الهارنس تاعت الاتنين رول. واسبت الايه? بتاعت السطحة بتاعها. طيب. طيب انا اول مشكلة. وجهتني تقليل اللوت. اللي التهى عن طريق تقليل القدر. ظهرت لي مشكلة حلتها بالمنزر ده. ظهرت لي الوير قل لك انا عاملها بالطريقة دي. انا في الحقيقة انا بحلت مشكلة الوير بالبلانتري دي. ايه البلانتري دي يا شباب? البلانتري انا عايز استخدم اهو باكاب رول اهو. عايز استخدم رول يشكل بقطر صغير عملتها بقطر صغير. ليه بقى? لان انا بستخدم الرول بقطر صغير كده قللت. حطيت له باكاب رول لغاية طيب. مش هخلي الرول الصغير هو ليشكل واحد. انا هعمل مجموعة رولات صغيرة. دائر ما يدور الرول الكبير. وده بيلف معي. يبقى الرول ده هيلمس مرة واحدة هنا مع الفوق. الرول ده هيلمس مرة واحدة. يعني هقل بس مشكلتها دي فيها عالية جدا. لو حصل اي ما بين الرول اللي فوق والرول اللي تحت المنتج هيبوص. فعشان كده استخدامها قليل. بس هي بتعمل ليه بيقدر يعمل يعني بص هي الماتيريا كمان هي مستخدمها يعني ما نفعش عملها هيعمل 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 هيقطع يعني هيقطع للرولات صغيرة. ستيل ناشف اساسا. فده بيتعمل مسلا ايه? الليد. تن. الامونيوم. جريد الفين. جريد تلات الاف. يبقى هو بيستخدم من المواد الدكتير. انا كراجل ستيل لا ما 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 جربوش. لان لو اي فيها يعني لو رول الصغير اللي فوق. لمس متقدم او متأخر على الرول الصغير اللي تحت. كده معناها ان ايه? ان المعدن بتاعي. المعدن اللي عندي كده هصل له مشكلة كبيرة. وحصل له او ان المعدن بتاعي هيبوز. تماما? يبقى انا حلية المشكلة دي. الاسلوب اللي قلنا عليه دلوقتي. اهو حطيت ده. ده بيسموه ايه? بلانتري. بلانتري يعني كوكبي يعني كوكبي زي ايه? الارض بتلف حوالين الشمس. وبتلف حوالين نفسها. الرولات الصغيرة دي بتلف حوالين نفسها جماعة اسمه رول ديفورميشن. رول ديفورميشن يعني الرول لازم يكون بيدور. الرول ديفورميشن الرول لازم يكون بيدور. فالرول الصغير بيدور رول الكبير بيدور. تمام? ده كده مستخدم مستخدم في بعض الابليكيشن مش مستخدم في خطوط الانتاج الكبيرة عمو. طب ايه مستخدم بقى في خطوط الانتاج الكبيرة? تندم ده مش نوع رول. تندم ده هو خط انتاج. بس لازم يكون كل ايه? اولا التندم هو متتالي. متتابع. فكده انا بطارجت اللي فيها تتابع. اللي يقفلو واحد. يعني طبعا 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 ماينفعش معاي. يبقى طبعا وكلاستر ما بتعملش منه خط انتاج الكلاستر بيتفنش بيه بس. فخط الانتاج كله هتلاقي او فورر انا عندي كده بالمنظر ده. كل من دول كل من دول او طبعا طبعا انا لما يكون عندي خط الانتاج بالمنظر اللي قدامي ده حاجة بالمنظر ده كده. طب نبص كده انا انا دلوقتي ايه? عايز اعمل عملية تشكيل. نركز او في الحتة اللي جاري. دخلت المعدن بتاعي. دخلت المعدن بتاعي هي سرعة الدخول. خلي بالك انتخانة انتخانة هنا عشرة تسعة تمانية سبعة امسوهم بتقل. بتقل. وطبعا ما ينفعش هنزل كده بالمنظر ده لان كل ما بعمل التشكيل اكتر ما قدر بيعني ايه? انا لما انزل من هنا الهينة ده عشرة في المية. لما انزل من هنا الهينة بقت خمستاشر لعشرين في المية. فما ينفعش زود كل مرة بقى قليل فيمتوا حاجة? يعني انا منزل من عشرة لتسعة انا كده عملت عشرة في المية. من تسعة لتمانية كده اتناشر في المية. من تمانية لسبعة خمستاشر في المية. من سبعة لستة بقت عشرين في المية. ما ينفعش. لازم يعني دي انزل من عشرة تسعة. دي من تسعة لتمانية ونص. دي من تمانية ونص لمسلا تمانية. اتنين من عشرة كزا. كل مرة بقلل الارداشر بنزله ما ينفعش هزوده خلاص. مهم. بفرض اللي انا بزوده خلاص. عشرة تسعة تمانية سبعة سؤون. في نود تبقى بطيئة. تخنت المعدن قلت يبقى سرعته زادة. يبقى في وان اكبر من في نود. وفي تو اكبر من في وان. وفي سري اكبر من في تو. يبقى كل ما بقلل الاتخانة بتزيد الصرح. خلي بالك بقى في نقطة مهمة جدا 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 جدا. كل رول من دول هو منفصل بحد ذاته. يعني اي رول في الدنيا. ليه اديرول اهو. ليه سرعة دخول اسمها في ان. سرعة خروج اسمها في اوت. الفي ان دي اللي جايلي. الفي اوت دي اللي طلعت مني. طيب. بصوا ببقى معي. هنا دخل في نود. طلع في وان. يبقى ازا سرعة سرعة الدخول للستيشن التانية. لازم تكون في وان. سرعة الدخول للستيشن. هتيجي تقول له يا دكتور ما هو الرول ده كده. ماشي بسرعة واحدة اقول لك يا بنفهم. الرول ذات نفسه ده ليه دوران. دوران الرول ده ليه سرعة معينة. السرعة دي هي بتحكي في تاحها. يعني دور دور ليهم سرعة معينة. لو زارت او قلت هتأثر على دي. يعني انا لو قلت لك ان ده مية اربع ام. ده يبقى مية وعشرين اربع ام. لو عملته تسعين كده عملت مشكلة مصيبة. فانا بتكلم في ان الداخل ده هو اللي داخل اللي جايلي دلوقتي. عندي حجم الاتنين. اللي خارج من الاولانية هو في وان. وسرعة الدخول للستيشن التاني. سرعة الدخول للستيشن التاني سرعة الدخول للستيشن التاني بتحسن من سرعة الرول بتاعت للستيشن التاني. يبقى لازم. اللي داخل في التانية يكون سرعته قد اللي خارج من الاولانية. طب نفكر مع بعض. لو اللي داخل التانية اكبر من اللي خارج من الاولانية. يعني المعدد ده بتسحب اسرع. ممكن يتقطع هنا. طب لو نعكس. اللي داخل في المرحلة التانية ابطأ من اللي خارج. هتلاقي المحسن المعدد ايه? بيستاك هنا بيتجمع هنا. بيتجمع في المكان ده. يبقى لازم تكون سرعة الدخول للستيشن التانية تكون هي هي سرعة الخروج من الاولانية. وسرعة الدخول في التالتة تكون هي هي سرعة الخروج من الاولانية. هو الكلام ده كله بيجي منين? السرعات دي بتيجي منين? ان في علاقة ما بين. الفي في تي سبتة. الفي سرعة يعني مثلا قلنا في وان تي وان بتساوي في تو تي تو واند سوان. يعني انا عندي هنا العلاقة ان السرعة في التخانة سبتة. لان الفلوريت سابت. الفلوريت سابت على المعدد. يعني انا المعدد لما بيسرع اكتر تخانتو بتقيل لما يكون بطيق شوية اتخذتو بكم اكبر في علاقة ما بين التخانة والفلوريت بتاعي. يبقى انا عندي دلوقتي قدي الانواع بتاعنا بس انا في نقطة عديتها هلأ لما قلت لك على قلت لك انا قللت صح? بس انا ما استخدموش. طب انت يا دكتور بتعليجها ازاي? بقى عالج بتاع الرول الرول بيكلفني كتير. الرول في خط الانتاج الحراري بيكلفني كتير. فبقى اعمل حسابي اللي انا بتكلم فيه. تكنيك عالي جدا في تصنيع الرول. جدا في مستخدمة. معمول لها هيت ريتم. فكل ده موجود جوا الرول. فعلا الكلام بتاعي كله على الرول لا انا بقفله كده وقدي له تعظيم سلام. لازم تكون الماتيري بتاعته محترمة. الرول من الرول ممكن يخسله في تلتمائة وممائة الف جنة يا جماعة. الرول له قطر كبير يعمل له نص مليون جنيه. رقم مهول طبعا. ده الرول انت بتركب في المكانة اتنين وده خط الانتاج فيه تلاتين اربعين يعني. شوف الارقام عامل ازاي يعني. تمام? فهو طبعا مكلف فلازم تكون الماتيري بتاعته مضيفة جدا. اه لو صحيحة يا دكتور ما علش انا مش فاهم مش فاهم الحاجات يعني دوايرة الصغيرة دي. دوايرة صغيرة هيدي رولات. عادي هنا رول لو انت اتخذت رول من فوق مع رول من تحت. كل رول من دول. لما ده يلف. ده هيبقى اين كنتك مع رول اللي شزيته تحتين. هيشكل هن. يبقى الرول ده شكل دلوقتي. وطبع في الهواء الطالب. جي واحد بعدي جيه. يبقى انا عندي كل واحدة فيها يعني كل رول من دول بيشكل بس. مرة واحدة بس. ما بيعملش زي التشكيل اللي هنا ده. اللي هو رايح جاي معاه. يعني ده بيشكل ويطلع في الهواء. يجي بعديه واحد. والنحية التانية يجي بعديه واحد. يخلصوا يطلعوا في الهواء. يجي بعديهم اللي بعدهم واحد تاني وهكزا. يبقى الرول الصغير هو المسؤول ده اللي هو الان كونتكت رول. انما الكبير ده هو تمام? يبقى الرول الصغير هو اللي بشكل. بس هو مش بشكل اربعة وعشرين ساعة. هو بشكل مرة ويريح يجي خمسة وعشرين مرة. قبل ما يجي تاني. يعني هو كل رول من الصغيرين بيشكل مع رول اصاده. خلصوا الاتنين ما الكابل دول خلصوا يبقوا في الهواء الطلق. يجي جوز غيرهم. يجي جوز غيرهم وعكزا. بس عشان يشكل لازم يلف. عشان كده طول رول الصغيرين الرولات الصغيرين بيلف. ركز ايه كاتب لك الورك رول الصغير. خم تلاتة دهامتر تلاتة انش دهامتر يعني خمسة وعشرين ميلي تقريبا. وبيلف بكام ده. كاتب لك سرعته كام بتلاتين وتلاتين اربعهم. يعني بيلف. الرول الكبير بيلف بايه? بزرعة عشان كده. ها. دي سبيشيال ماشين دي. انت عندك هنا بص يا ابني. حياتك كلها. لو انا اديتك. سرعة. رقم مكتوب على حاجة معناه في مطور متوصل بيه. ركز في كلامي. لو انا رجعت كده بالزاكرة. للسلايد اللي قبل دي. انا لو هتكلم هنا هقول لك ده بيلفك تلتميت بمتين بمية اربعهم وده مية اربعهم. بس. الباقي ده كله مش اكتب عليه رقم. ليه? لان الباقي ده بيقوله بيلف بالاحتكاك. يزيد او يقل حسب اللي بيحصل معي. انما هو اللي واصل برقم عشان اخد الرقم. عشان اقدر اقول ان التشكيل ده بيتل مية اربعهم او مية اتنين وتلاتين اربعهم. كده معناها في مطور او فيه مع الرول الكبير. وفيه مع الرول الصغير. يبقى الرول الصغير ده بيتوصل. دي مشكلة تانية برضو. ده حاجة اسمع كيتجي ميكانيزة. بيبقى يعني صعب شوية لا نفزه. انا عايز اكس يلف في اكسات كتيرة. اكس يلف في اكسات كتيرة. برضو بيبقى صعب. هيقى الميكانيزة في حد الزاك الصعب. فلما ديك سرعة. كده معناه ان ده مطور معين. نعيش يا ابني? انا اصلا متفاكر في الكلاستر الباكة يعني مش يعني متوصل عليه مطور وبيخليه دول بنفس سرعة الرول اصلا اللي هي بتعمل رولينج. بص يا ابني. انا عشان اكتب رقم لازم بص حبيبي. انا لو سبت حاجة للظروف. كلمة ظروف اللي هو الاحتكاك. انا لو سبت حاجة للظروف اللي هي الاحتكاك انا ما قدرش اقول الرقم كام. انما لو انا بعمل الحاجة عارف انت المبدأ اللي بقول لك ايه? الحاجة بتاعتك انت بتعمل فيها اللي انت عايزه. انا بدي مطور عشان يدي سرعة معينة. لو انا ما عايز السرعة يعني انا ما هتقوليش اللي انا اقول ان بالفريكشن السرعة كزا ما ده بيعتمد لو جات عليه شوية شحن. لو حصل له لو عملت ازاي? ما تقوليش السرعة كان بقى. ما قدرش اقول رقم بالفريكشن. لان الفريكشن بيعتمد على الرافنس. بيعتمد على السطح. بيعتمد على السطح. بيعتمد على. الفريكشن ده موجود فيه كوفيشن فريكشن انا لا. فيه لابريكيشن انا لا. حاجات دي كلها بتأثر. فما قدرش اكتب رقم. اكتب رقم لو انا موصل بما تقول. عشان كده دي صعوبة في العملية. مستخدم للماتيريا. عشان لو حصل بسيط مش تبقى مشكلة جامدة. انما بسيط في هيحصل او للرولات الصغيرة دي. للرولات الصغيرة دي. بنسبت باكسات رفاية زيها? لو العملية دي ماسف يعني ماسف. ستيلي يعني ماسف. حاجة جامدة. لو هو كده هتلاقي اصلا الرول ده متسبت بسنون صغيرة في الجامدة. يعني الاكسات رفاية. لان هو قطر رفاية اصلا. وعندي ده ده كله. ده البيض ده ده. ده مشكلة كبيرة هده. تمام شكرا دكتور. عمليات التشكيل طبعا التؤسات زي فيها بقى هطوة كولت. لو انا اعلى من الارسي اعلى من الارسي. قلنا الارسي هي مين? ادي الارسي. بصوا بقى يا شباب. ده الكلام. ده الكلام. انا راجل ما اجيش تقل في الروليج. ما بعملش الكلام ده. ما بقولش ان الارسي بتاعتي نص ستياميلت وخلصت. لا. في جهاز اسمه ده ده بيقيس قدرة المعدن على التشكيل. وبيقيس لكل معدن ايه هي درجة اعابة التبالور بتاعتها. تاني. ده الاتوميتر ده جهاز بيقيس قابلية المعدن للتشكيل. وبالتالي بيقيس لي درجة الحرارة ان المعدن بتاعي لو وصل لها يحصل فيه ديفوربيشن كبير. ليه? لان سيادتك لما بتكتب لي point five ميلت للمعدن. بتقول لي كل مرة الميلتينج point بتاع المعدن ايه? اه اللي بيحصل في الحقيقة ان المعدن بتاعي اثناء التشكيل بيحصل له او بيحصل فيه فكل معدن. ليه مختلف عن الرقم بيطلع ده. يعني حضرتك لو قيت قلت لي الالمونيوم. انا بشتغل في الالمونيوم. الالمونيوم الارسي بتاعته كام كثيريتكا مية تمانية واتسان درجة. لو انت دكتور رمضان بتشتغل بيه على كام بشتغل عليه تلتمائة وخمسين درجة. الله. طب ليه ماشتغلش على مية تمانية وتسعين? مية تمانية وتسعين بالظبط انا مش هضمن ان المعدن كله بقى دكتايل. وفي نفس الوقت. اثناء التشكيل الرقم بتاع بيزيد. فانا بحسبه بطريقة تانية خالص غير الكلام ده. انا بحسبه بحاجة اسمها الديناميك او الفعلي. الديناميك او الفعلي او اكتوال اه بتتقاس بجهاز اسمه ده موجود مش هموجود اك مش هموجود اك مش هموجود مع المجهاز جهاز غلي جدا. جهاز غلي جدا 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 الملايين. مش موجود عندها في الكلية. بيتقاس في المركز القوم وبحوص. ومش في كل الاماكة ايه طبعا مصارع الحديد والحاجات مش هتجيبه اساسا ايه. هو بالنسبة له حافظ. بياخد الريد اكشن وخلصنا. انما اللي بيعمل او بيشتعل على الكلام ده هو بيحتاج. فطبعا هو بتاعتنا بالنسبة لك انت يا بوينت فايف بتي ملت وخلصنا على كده. انها بس اقول لك بيطلع ممكن يوصل لغاية بوينت ايد كمان. يعني انا بتكلم تلك ملت للمعدة يطلعك حوالي متين ضربة. بس ايه بالنسبة لي مش هتبقى حمالية ماشكلة على السخنة. لازم على شويتين دين. فده الارسي بتاع المعدة ازاي مكننا قبل كده. انما بالنسبة لك انت فلسطوب على الكلام ده كل. ارسي هي نصف ايميل تل المعدة مخلص. احنا خدنا الكلام ده قبل كده طبعا. المقارنة كانت على تشكيل. طبعا لان اي عملية تشكيل في الوجود فيها لو هي عملية فهي دلكم بتاعتها. هاي كلام ده كله خدناها قبل كده. لان المقارنة فالد لأي عملية تشكيل. الماتيري اللي مشتخدمة في اللي انا بتكلم سكشن 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 وشيت. الالوي ستيل بيبقى سكشن. لان انا ممكن اجيبها شيت برضو. سهو طبعا الالوي ستيل ده. الالوي ستيل هي الحاجات المستخدمة في كلمة ستيل هو حديد وكربون. الالوي ستيل هو حديد وكربون. وقال له تانية. بس الكلام. كلمة ستيل كلمة ستيل معناها انت آآ فيك كربون. حديد معا كربون. كلمة ستيل ستيل هو مقاوم للصدق بس فيك كربون برده. فكلمة ستيل هو حديد وكربون. تمام? بلين كاربون ستيل هو الالوي نجيال منت الوحيد هو الكربون. عندها كوميرشل ستيل رخيص. ربنا يكرمني شوية ويجلي فلوس. الالوي ستيل. كيلو الحديد البلين كاربون ستيل خمسة وعشرين جنيه دلوقتي. 22 لخمسة وعشرين جنيه. الالوي ستيل الكيمية وكيمتين 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 وتمية بتكسر المتين جنيه دلوقتي. زائد. انا بروح اجيب الالوي ستيل عشان اعمله معالجة. بدفع كمان ربعين خمسين جنيه عالكيلو معالجة. يبقى كيلو وفعلها بيمتين وخمسين. زائد الراجل اللي بيشتغل على كلام ده على الفريزة او على المخرطة او اي عمل التصنيع لما بيشم ان الشغلة دي لو هي هو اخد على الشغلة العادية عشرة جنيه اخد على الالوي ستيل عشرين جنيه. لانه بيخاف لان الشغلة دي لو بازد يجب لغيرها. كيلو بيمتين وخمسين جنيه فمنسبه له غالي. هو بيبقى خايف عليه. فحتى الصناعة لما بيشتغل. يعني من الاخر كده بالبلدين. انت لما تروح بعربية تمانية وعشرين عند راجل ميكانيكي. ولما تروح بعربية بورش مسلا. عند راجل ميكانيك لوا مع البورش مش تروح عند ميكانيكا يعني. بافرد اللي انا هعع باربية تمانية وعشرين. وواحد مع هش بس ماسك على نفسه شوية. هروح عند الميكانيكي يسأل الله. الراجل بس اقول الميكانيكي مش عارف البورش اصلا. خلينا في حاجة مرسيدس. الميكانيكي مش عارف البورش. يبقى انا كده باتكلم في ايه باتكلم في عربية تمانية وعشرين وعربية مرسيدس. راحوا عند الميكانيكي. لو بيعمل نفس الحاجة. في الثمانية وعشرين اقول لك عشرة جنيه. ده ممكن يديك فلوس اصلا. انما الناحية التانية دي مرسيدسي عمالي خمس مين جنيه. لانه بصص لها كده. حتى الصناعة بيبصر الشغلة كده. انا انت دافع في الخامة دي الفين جنيه خامة. انما الراجل غالبان دافع في الخامة مية وخمسين جنيه ولا ميت جنيه. فهقارن ده ده? لا طبعا. بس هي يعني هي برضو حق ربنا لازم يكون قزت شوية. لان ده بيكون ناشف شويتين. يعني هو يعني تصنيعه بيبقى صعب شوية. فالالويستيل ده مخصصة مسلا الدروس. مخصصة للسكاكين. مخصصة للاستنباط. المستخدمة في الرولات. حاجات الغالية طبعا يعني. بيقولك الكيلو بمتين جنيه. عشان كده بيقولك الرول لو انت عندك رول بقى تخيل انت عندك رول وزنه خمسمية ست مئة كيلو. اه ميتين كيلو يا عم. ميتين كيلو في ميتين وخمسين جنيه. انت عملت كده كم? ميتين وخمسين يعني ربع. ربع في ميتين كيلو يعني بنتكلم في خمسة وعشرين الف. خمسين الف جنيه. يعني هو بس خامة بس خمسين الف جنيه. خامة بس. لسه الرجل هيشغل ويعمل معالجة ويعمل تجليغ ويعمل. خش اروف مبلغين. يبقى البلين كارمو ستيب بيبقى سكشن ويبقى شيت. اللو يستيل دايما بيبقى سكشن ممكن اطلع منه شيت نادرا بس اطلع منه شيت باري. الامونيوم شيتات. لان المقاطر بتعمل بكستروجين. انا هنا بتكلم على عملات التصنيع بالرولنج اه? كابر شيتات. لان الكابر سكشن بتعمل بكستروجين. هنا بتكلم على للمادة في اشكيل بتاعتنا. كل داكتايل والاسبعين انتم اخدتوا قبل كده معنا في في الجزء الاولاني. كل الماتير لازم احدد نقطة بتاعتها. وحدة بتاعتها الكلام ده اتقال قبل كده. قلنا الكلام بكده. طبعا قولنا جوار عملية. ما هو نفس الكلام بتاع العملية في الاول. طبعا هو مش مطلوب في الفريكشن. بيعمل مشكلة بتاعتنا. بيزودها طبعا. بيخلي الطول ورقة اعلى. بيعمل للتشريك بتاع المعدن. دي مهمة جدا دي بقى. لو انا جبت طول كده. دخلت شيت. تخنته عشرة. وعرضه مي الف. تخنته عشرة ميلي وعرضه الف. هيطلع عشين تاني. تخنته تسعة. وعرضه برضو الف. الله. هو العرض ليه ما تغيرش? التغير بيتمه في طول. ليه العرض ما تغيرش? لان حضرتك عشان المعدن العرض ده يبقى ميه الف وعشرة مساء الف وعشرين. لازم يتحرك اللي هنا. انما الوجوده في الحالة دي بيعمل فهنا طلعني ان العرض تقريبا ثابت. تاني. انا شكلت بالمانزر ده. بس لو تخنة كبيرة ممكن العرض ميلي سابت. لو تخنة دي كبيرة بيحصل حاجة زي زي. دي كان اسمها ايه? في خليل بارل شب. يظهر بارل شب برضو تاني. يعني انا عندي اتخانة عشرة العرض الف. بقت تسعة. طول زاد ايه نعم بس العرض يفضل زي ما هو. ليه العرض زي ما هو? لان فيه كبير بيحصل ما بين فانا استفدت بالفريكشن يعني مش حاجة وحشة. في بعض الاحيان بيبقى مفيد. طبعا بيبقى سيفير في الهوت. معروفة. كل ما بسخن بيضعف اكتر. عشان كده لو بسيط على عملية تشكيل بالرولين. بيبرد الرول. الله. بيبرد رول. اه بيبرد الرول طبعا. عشان ما يبقاش ايه? يسخن معي ويبوز. طبعا بتبقى المكيري البتاعتي. الفايداتها بتقلل التلامس. بتتسكيل سطع اكتر. بتشيل الهيت من رول. كل دي اللي زيت لها. بس اللي بتاع الهوت. حسب الرول اللي عندي طبعا. تشيت ولا شيء برولين. معنات العامة دي. طيب. رولتي انا مقاطع كلها ستيل. شتات الامونيوم كابرد ستيل. لو انا عندي اي سكشن تي سكشن الريل. قطبان السكة الحديبة بتاعين برضو بالروليك. المعدن اللي داخل اللي داخل عندي هي بلوم سلاب بلت. بلوم سلاب بلت. بلوم مربع. سلاب بلت مربع او سكوير بقضايمة لشان صغير. البلوم حاجة كبيرة اوي. بيطلع منها حاجة كبيرة زيها. اي سكشن تي سكشن سي سكشن ريلز حاجات مسلا. الاسلاب حاجات الشيتات. يطلع بلايت وشيت وكويل. البلايت. البلايت. احنا بنتكلم. تخانة اكبر من خمسة ستة ملي. شيت ابطوق اربعة من عشرة ملي. كويل من اربعة من عشرة. ممكن خمسة من مية. خمسة من البلت ممكن اديني بارات. بار مدور مربع انسق ام. يبقى دي اشكال المنتجات اللي عندي. دي قول هما البلوم ستة بوصة ستة بوصة او اكتر. البلت بوصة ونص بوصة ونص او اكتر. هي مربع وده مربع. بس بيروا بينكم هو البلت والبلوم حاجة واحدة. يعني ايا في ناس بتسمي الاتنين حاجة واحدة. البلوم هم الاتنين سكوير. انا بيسميها بلوم وخلاص. سلاب عشرة بوصة في واحد ونص بوصة. انا عايز اطلع اي سكشن. فاكرين الرسمة الجميلة اللي انت تركوا في اقول للمحاضرة انه قلت لك ميش هيحصل ايه الكلام ده? ان الرول بتاعي مش هدخل المعدن فيه كده بسم الله ما شاء الله يعني يتشكل بقدرة قادر كده اي سكشن. انا مش بعمل بيتزا. لا ده هنا الموضوع مختلف. طب انا دلوقتي عايز اطلع اي سكشن. حلو او. هتجيب لي بلوم. تخنا ستة بوصة في ستة بوصة. اتنين ونص كاملي. يعني تقريبا ستة اتنين وعشرين سنتي ولا حاجة. يعني اتنين وعشرين سنتي في اتنين وعشرين سنتي. تمام? او سوري خمستاشر سنتي في خمستاشر لا عشرين سنتي في عشرين سنتي. تمام? هيخش على مجموعة رولوت. هلواء والكلام. انا عايز اطلع اي سكشن. اي سكشن شكلي عمل كده. حتة الفنطوعة والجنبين. انا حضرتك مدخل مربعة. الباص اللي داخل في المربعة بيسمى بلومينج. يخش بيحول ده. يبتدي يعمل الجنبين. ويعمل الشكل ايه? انه عايز يوصل لايه? اهو. عايز يقرب شوية في يعمل المنظر ده? يبقى اول بلوم اول دول بيسموهم بريك داون باسز. بريك داون باسز دي اي سيكشن. بريك داون باسز دي اي سيكشن. هنحفظهم ومن جدا. الاول انه هي بدخل بلوم. بعمل بلومينج. بعمل بلومينج. داخل عليها بلوم. حلم. طيب. انا دخلتها بالشكل ده. المعدنة تشكل. خش. يعني دي يطلع من دي يطلع من دي. خش على وراه. يطلع من دي خش على وراه. الله عبر الله. يطلع من دي خش على وراه. يطلع من دي خش على وراه. هنسان دي بورة بعض. بابع لستيشن نمبر والن بلومينج. بعمل ايجينج. ايجينج. اللي انا بعمل. عجängen بشانا قولنا العائز في جنبين. station number 3 يشكل في الجنبين روفين هوريزونتل رولز عندي هنا 4 rolling mills هنا في 4 4 rolling mills رباعي أربعة أربعة رولات دور أربعة تمام إيه هو الفرق ما بين 4 rolling mills دول وال4 rolling mills اللي احنا خداهم من شوية حد يقدر يقول لي الفرق الفرق بيكونوا باكب واتنين هم أصلا بيعملوا رولينج هنا الأربعة بيعملوا رولينج هكب واتنين تشكين كلمة دي مهمة جدا هنا هناك حول المحيد هنا 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 أربع رولات أربع رولات دول دول بيشكلوا الجنبين والكبار دول بيشكلوا تمام طبعا الاربعة بيلف في الاتجاه اللي هو يدخل المعدن ما بينهم ها نقول لهم طبعا دي عكس دي طبعا ودي عكس دي دي طرعة كده دي نازلة كده المهم في الآخر المعدن اللي يخش اللي يخش على الشاشة الجو يطلب الشاشة عمل تاني عشان يضمن هنا تخانة أكبر شوي ترى يقلل التخانة كده عمل عمل تاني يعني خلق شلل الاتنين اللي هنا في حرية كده فنش في الآخر طيب السؤال أنا ليه ما فنق ما شلتش الخمسة دي وحطت ستة على طول ليه تاني بعد كده فنش ليه ما حطش الفنش ستيشن تلاتة راف انترميديت فنش وخلصنا ليه عمل كده تعملين أنا بكنا فيها شباب وليه حط ستيشن تانية في النص ما بينهم الستيشن دي عشان تطلع أي جوة المعدن قدي المعدن فرصة ليعمل بتاعت ويعمل كل حاجة بعد كده فنش عشان أضمن مليار في المية ان الميكانيكا البروبر بتاعته قويسة يبقى عشان أفنش لازم أدي حرية وفنش تمام أدي حرية لي وفنش يبقى أنا وجود ده عشان أخلي المعدن يعمل الشكل بتاعه وعن كده أفنش عشان أدي أي فرصة بالذات لأن الفنش دايما بيكون ما عايز يخلي المعدن شوية لأن هيعمل عملية بتاعتي طبعا هي الفنش مش لازم تكون كله على فكرة وكنت تكون هات لأن أنا ممكن عمل أي ستيشن هات فيش مشكلة دي اللي عندي كلها كلمة مهمة كلها في مرتين فيه مرتين الرقم يعني بعملها إنت بتخيل أنا جاي بحاجة مربعة حولت بقيت بلوم بالمنزر لا طبعا بعملها على مرحاتين تلاتة تمشي الكلام دا كده بالذات لما يكون بتخيلها كبيرة يعني بتكلم عليها زغيرة لو اي ستيشن كبيرة لأ مش هينفع كده هتلاقي فيها فيها اتناشر ستيشن مثلا مش اتنين مش ستة بس يعني دي مهم يا شاباب خط انتاج آه حاجة حلوة جدا بص خط الانتاج يا نهرى بيض شاف خط الانتاج عامل ازاي اولا لو حد واقف هيقف هنا في الحتة دي شوفوها بارتفاعة دي يعني انت لو طولك مثلا متر تمانين متر خمسة وسبعين هو ارتفاع المكانة قدك ستة سبع مرات يعني بتتكلم المكانة دي عمارة شايفين دي كده دي عمارة تلاتة دوار متخيلين ما انت لو واقف هنا هتقف هنا يعني 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 لغاية البتاعة دي متر وربع سوري متر وربع متر وستة امان عشر متر وسبعة امان عشر اتنين متر يا عام انت لو انت نطيحة صحاب اتنين متر هي قده اربعة مرات ايه ويتكلم في سبع تمانية متر يعني عمارة دورين طبعا ضخمة جدا وربعة يطلع من هنا خش هنا يطلع من هنا خش هنا يطلع من هنا يخش هنا انسق ادي خط الانتاج اتنين تلاتة اربعة ده نوع ايه ده يا جماعة تندم ولا ايه هو ده تندم هو ده التندم رول هو مستخدم هنا ايه ادي الرولاب بتاعتي هنا اتنين تلاتة اربعة واحد كذا هنا بيحط ايه باكاب رول من بقرة مش باكة برول حاجة زي يعني رول اه احتياطي. على اساس لحظة التاكل هنا يركبه. باستخدام واستخدام التاني. ده ممكن يكون البارد. لان خط الانتاج بيشتغل سخنه بارد. يعني ده ممكن يكون الرولات بتاعت البارد. انه هو هنا بيشيل دول ويركب دول رولات البارد بالمنزر ده كده. رولات البارد بالمنزر ده كده. تمام? اه لو صحيح تدوك تنكت سويا ما ليش. طبعا. اوليه ما بيعملش يعني رولز بالحس ان اتطلع على طول الليه بناخدها على دي يعني. يعني زي الرول الاولينية اللي انا اعملتها في الاول صح? ام. لان ادخل المعدن يتشكله مرة واحد صح كده? اه بزبط ده اوز دي. طب ماشي اعملها لو تعرف تعملها اعمل. يا ابني المعدن. انا هزي اعرف المشكلة بس. لا المشكلة هو انت ينفع تعمل الحديد. تجيب له مقطع مربع تطلعها اي سكشن? لانت لو بتعمل في عجينة مش ينفع. ده متغيل لو انا بعملها عجينة مش ينفع اعملها مرة واحدة. ده ده اللي قدامي ستة ستيشن دول مش اهم الحقيقيين. ده ممكن يبقى اكتر من كده اساسا. وخلي بالك يا لها حسابات. وليها ايه كمان دي لها تكنيك. لانه ممكن يدخل الشغلة دايرة يعني يلفها. يلف يعني خليت زاوية سيين درجة عشان يعمل طبع ما تعملش مرة واحدة طبع ما ينفعش. لو ينفع اوكي. في الحقيقة ما شو يحصل طبعا. الحديد فيه كمية التشكيل المتاحة لكل معدن. حديد مادة قوي. فكمية التشكيل المتاح ليكتبه اعملية شوية تلاتة. اقف انا لغاية كده لاننا لازم اروح كلها لانه هندي ميت المهمة. شو حارف انا خلصة تجدتها. ما يسأل? ما يسأل يا شباب? الله عزيزي. دكتور ايه الفرق ايه الفرق ايه الفرق ايه الفرق ايه ليش دعوة قصدي نفس النوع قصدي بنفس النوع في داخل. ايه الكلمات الكتيرة المناشرقة ببعض دي ايه? 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 اه? حد اقول نبقى جماعة من اللي كانت حاضر كده ايه? يجاوب عشانها نفسيا انت عبت. اذا هو سألف كده حاجات كتير. ما تقول لي اسمها دكتور كمان بالمرة. الاسئلة كلها اللي شابها ببعض دي. عدي جاوب يا جماعة ايه الفرق بين الفلات رولينج? والريفيرس لازم حد يجاوب لاشهير كل ما ادى كلكم. لاخر. ملاش انت عبدالله هم دي صغيرة? انا عادي. حد تاني. هو الريفيرس بل. واحد بس جاوة واحد بس اللي جاوة. دلوقتي هو قال ايه الفرق بين الفلات والريفيرس بعد praise? فح شخص? هو ايه علاقة بين الفلات؟ مفيش علاقة لان الفلات دي حاجة ليها علاقة بشكل المنتج. هممكن اطلع اا فلات وممكن اطلع اي سكشن وتي سكشن. تمام? ممكن اطلع او اطلع سكشن او سي سكشن???? ولا يهى علاقة بالشكل. تينوطي. الفيار raison النيل بتاع بيعكس الطيقян او لأ? بس في موطة مهمة جدا 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 جدا. السؤال ده كان سؤال خريص جدا. بس هو طبعا مش قصده. انا ما اقدرش انا ما اقدرش. انا ما اقدرش. دي بقى هستخدم او جوه ليه? لان كل لها مقطع مختلف عن التاني. ما ينفعش هارجع. اصلا احنا كده كده قلنا زي ورا بعض. فما ينفعش قصده نرجع اساسا. بس حتى لو رجعت في الفلاد انا بقى قلل الانتخنة فقط. فانا بنزل اقدر اعملها. انما في انا ما اقدرش ارجع خلص. لان المقطع اللي جاي مقطع غير اللي انا كنت فيه. وطبعا ما كانش قصده السؤال ده طبعا. صح كده يا ابني? اي سؤال تاني? اي سؤال تاني يا شباب? دكتور. فضل. هو يعني ايه مثل فلو ريتاردنت. عشان ما في امتعاش وسط. اه اه ريتاردنس ريتاردنس حاجة تانية خالص. ريتاردنس يعني هي اللي هي اللي هي ممسوكة. ريتاردنس حاجة تانية. ريتاردنس اللي هي متحكم فيه. يعني ما اقدرش اين في مزاجه. عملت كلمة 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 امتح حدود لها. حاجة تانية خالص. هنا قصدي بيها ان النمحة بتاعمل مش هيتشكل في اتجاه. تاردنس. إنما التانية ريتاردنس حاجة تانية خالص. ليه بتاعت فليم ريتاردنس. حاجات جوه بتعمل عمانع من على الاحتراق. فليم ريتاردنس حاجات منع على الاحتراق قادم. تمام? ما ان التاردنس هنا بتمنع الفلو بتاعي يعني بتعمل كونسترين على الفلو. ما بتخليش الفلو حر هينا. بس. ايه تاني? تماما بابا. تماما. حاجة تانية? اه دكتور ممكن نسأل حضرتك.